في هذه المرتفعات الواقعة أعلى مديرية الصلو جنوب شرق محافظة تايز لا تزال المواجهات على أشدها وكالعادة كلما تقدم الجيش والمقاومة قلت احتمالية سيطرة الانقلابيين في هذه المناطق أيام من انطلاق المعارك في هذا المكان حيث تتواصل الاشتباكات بين الجيش الوطني والميليشيا قبل أن يسيطر الجيش الوطني ممثلا باللواء 35 مدرع على مناطق شاسعة وسط هذه التباب تبة الأريل المطلة على قريته الشرف والحود أصبحت ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني فيما استعاد أيضا سيطرته على قرية الصيار وبحسب مراسل قناة بلقيس فإن المواجهات لا تزال مستمرة في ذات المنطقة لتكون الحصيلة الأولى للمواجهات مقتل ثمانية من عناصر الميليشيا وأحد أفراد الجيش الوطني تستمر المواجهات في مدرية الصلو في ظل موجة نزوح واسعة للمدنيين وفي الوقت الذي ترتفع وطيرة الاشتباكات والنزوح تواصل الميليشيا دفعة عزيزات عسكرية إلى ذات المديرية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة